السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنرال من التشبايش قاد جحافل التحرير ليطهر أرض الموصل وصلاح الدين والأنبار والفلوجة والقائم والحويجة والشرقاط من الغول الطائف الظلامي القادم من عصر الظلمات ألا يكفي ذلك ليكون وسيلة إضاح لعراق واحد موحد؟ ألا يكفي ذلك ليكون صورة مشرقة للمؤسسة العسكرية التي يطمع العراقيون جميعا إلى بنائها وترسيخها؟ إنه الجنرال عبدالغني الأسدي الفريق الأول الفريق الرقم عبدالغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب مرحبا بك سيادة الفريق أهلا وسهلا دكتور أولا أشكرك على هذه المقدمة اللطيفة وتنويه بسيط أنه أنا توصيفي الوظيفي هو قائد قوات مكافحة الإرهاب بالضبط يعني هذا التوصيف الوظيفي خلي الناس يعرفون سيادة الفريق الناس يسمعون عبدالغني الأسدي وشافوك بالفضائيات وشافوا بأم العين صفحات القتال والانتصارات التي تحققت على داعش بقيادتك في ميادين كثيرة بالموصل وبالأنبار خلي عرفون عبدالغني الأسدي على الأقل بشكل مقصص الأسيرة العسكرية إليك متى بدأت وين شنو؟ شكرا جزيلا قبلت في الكلية العسكرية في دورتها الواحد وخمسين بتاريخ عشرين اثنين ألف وتسعمائة وواحد وسبعين واستمرت في مسيرتي وكانت دورة واحد وخمسين دورة مميزة ومتميزة كون كل الآمرين اللي أشرفوا عليهم خريجين سانت هيرس وكليات أجنبية وخاصة الكلية من باكستان الدورة يعني مضع عليها تقريبا بحدود سنتين ونص احنا طلاب في الكلية العسكرية فاكتملت عندنا الشخصية العسكرية بشكل جيد فمن تخرجنا كان أنه وقع إيجابي على المؤسسة العسكرية أكيد زملاء أكثر وضباط كبار مثلك أكيد يعني منهم من الأسماء اللي من دفعتك يعني من دفعتي كثر قسم من عدهم الله يرحمهم الله يرحم المعات وقسم الآخر موجودين أذكر من الموجودين مثلا أحد زملائي وهذا بقى يرافقني حتى في خدمتنا بالوحدات اللي هو الأخ أمين محمود أمين كذلك الأخ صبري ناصر من ديالة أمين محمود أمين من كاركوك طبعا وكثر من الناس ناس من عدمه يعني في زمن نظام السابق المرحوم علاء الدين عبدالحسين وكذلك اللي استشهدوا في حربنا مع إيران عبدالكريم الجحيشي الله يرحمه وهذا كان هو أول شهيد وكثر من الأسماء اللي موجودة اللي قد أتحرج في ذكرنا لأنه القسم الأكبر من عدهم مغادر الحياة طبعا شغلت بديت من المواقع الأولى بالجيش العراقي آمر فاصيل ربما سرية وصولت إلى قائد فرقة مو؟ نعم أي فرقة كنت؟ أنا أولا صنفي درع فبالتسمية بالنسبة للتشكيلات درع يسمونه رعيل رعيل اشتغلت من معاون آمر رعيل وتحديدا ب73 وكان الضابط ملازم من دورة 50 وأني 51 معاون آمر رعيل في شقلاوة وكانت دباباتنا M24 الأمريكية اللي هي غادرت الخدمة من مسافة بعيدة وصعدت إلى آمر رعيل ومن ثم معاون آمر سرية وآمر سرية ومساعد ومعاون آمر كتيبة وآمر كتيبة من آمر كتيبة انقبلت في كلية الأركان أيضا في دورتها الواحد وخمسين هنا مفارقة يعني أنا موليد واحد وخمسين كلية عسكرية واحد وخمسين كلية الأركان واحد وخمسين فاعتزب هذا الرقم الواحد وخمسين أعتزبي بشكل خاص أكيد بعدين درجة سرية منكملت الأركان طلعت من انقبلت بالأركان أنا كنت آمر كتيبة دبابات الأندلس لواء المدرع 34 الفرقة العالية الأولى ومن ثم منكملت الأركان رجعت للفرقة الأولى وتحديدا إلى اللواء اللي أنا كنت بيه والتحقت له في واحد عشرة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين أمر لواء صنع كانت معاون أمر سريع بعدين من إجيت من كملت الأركان اشتغلت بمنصب مقدم لواء من مقدم لواء جيت للفرقة كضابط ركن استمرت فترة وجودي بالفرقة أقل ستة أشهر ومن ثم أصبحت أمر لواء المدرع أربعة وثلاثين أيضا اشتغلت فترة قصيرة برتبة مقدم ركن أمر لواء المدرع أربعة وثلاثين اترفعت إلى عقيد وعينت بمنصب رئيس أركان الفرقة اللي يقولها منه اللي كان يقولها في وقتها اللواء محمد وهيب العزاوي اللي ضعت أخبار عليه بالنسبة لي لأنه انشغلنا وهو أكيد مشاغلة فإذا ميت الله يرحمه وإذا عدل إن شاء الله الله يطيل في عمره بعدين صرت قائد فرقة بعدين لا وراء رئيس أركان فرقة عشرين رجعت إلى الفرقة الأولى خدمتي بالفرقة الأولى حسبتها 13 سنة رجعت أيضا رئيس أركان الفرقة الآلية الأولى وكان قائدها اللواء اسليمان الثواني الله يطيل في عمره موجود الآن حي يرزق ومن ثم اندقلت إلى الفيلق الخامس ضابط ركن ومن الفيلق الخامس انقبلت في جامعة البكر كلية الحرب وأكملت كلية الحرب ونسبت إلى مديرية التدريب العسكري مدير الشعبة الرابعة اللي تخص بامتحانات الترقية ومن بعدها رجعت إلى جامعة البكر رئيس هيئة الدراسات السوقية وأكملت مسيرتي انتدبت في سوعة تسعين ثمانية وتسعين إلى السودان أسسنا أنا وبعض الأخوان دراسات عليا في القطر السوداني الشقيق وكملنا سنة وبعد ما رجعت عيونة مفتش أقدم في القيادة العامة للقوات المسلحة وبعد سنتين أو ثلاثة أكملتها في المفتشية العامة للقوات المسلحة شكل جيش القدس وكنت رديف في فرقة صلاح الدين ومن ثم تهيكلت فرق الجيش القدس وأصبحت قائد للفرقة سبعة وسبعين اللي لن يطول عمرها سوى ثلاث أو أربعة أشهر وألغيت بسبب عدم اكتمال موجودها ومعداتها ومن ثم رجعت إلى رئاسة تركان جيش ضابط ركن وبعدها أيضا نقلت إلى منصب رديف لقائد فرقة وصارت عملية السقوط وانتهت المسيرة بهذه المسلحة لا ما راح تنتين إن شاء الله الجيش مستمر إذن عندك تجربة بحرب الشمال نعم وعندك تجربة بحرب تشرين وعندك تجربة بحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات نعم هذه حصيلة المعارك حصيلة الحروب خلق الضابط جنرال كبير اسمه عبدالغاني الأسد قاد جهاز مكافحة الإرهاب اللي هو يعتبر من النخبة من قوات النخبة بالجيش العراقي لكن أنا أردأ أسأل هناك من يقول أن الجيش الحالي هو امتداد للجيش العراقي السابق وبعضهم يقول هناك فروقات بين الأثنين أنت الآن قائد كبير بالجيش العراقي الحالي وكنت قائد ميداني بالجيش العراقي السابق ما الفرق بين الأثنين الحقيقة هو الجيش الحالي هو امتداد للجيش السابق لأنه الآن اللي يقودون الجيش الحالي والضباط اللي موجودين بالجيش الحالي هما من الجيش السابق مش بعضهم دميج بعضهم مدرش يعني خلي هذه المسميات ذابت في البودقة اللي تكون بها الجيش الجديد هو جيش عراقي يعني هو قطعات عسكرية فالخبرة اللي موجودة لدى الضباط وليس لدى المعنى المتحدث خلقت من الواقع الجديد أنه الآن عندنا جيش مهني وزارة الدفاع أو قطعات وزارة الدفاع وقيادات وزارة الدفاع الآن تقوم بمهامها بشكل جيد انضاف تشكيل جديد اللي هو الشرطة الاتحادية أيضا أخذت دورها في الساحة وأخذت دورها في المعركة بشكل جيد أيضا قيادة قوات مكافعة الإرهاب اللي شكلت في 1-2-2007 بدت بعملها واستلمت زمام الأمور ومارست القيادة والسيطرة على قطعاته في 1-1-2008 من 1-1-2008 ولحد الآن هي تمارس القيادة والسيطرة على قطعات العمليات الخاصة اللي تتألف من ثلاث قيادات عمليات الأولى والثانية والثالثة وتمركزها كان الأولى في بغداد والثانية في الموصل والثالثة في البصرة الآن كلهم مجموعين باتجاه الأهداف اللي كنا احنا مشغولين بها اللي هي مقاتلة داعش بدت الأمور الآن تستقر وبدأنا نفكر أن نبحث في عودة القطعات إلى ما كانت عليه أو تغيير في بعض مواقعها وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة سيادة الفريق داعش منهم داعش خلي نشوف يعني هناك يعني شفت أنت بالجيش قاتلت أعداء دائما هناك عدل للقوات المسلحة داعش بيش يختلف عن بقية الأعداء وعن بقية التحديات اللي واجهت الجيش داعش هو تنظيم مسخ ما موجود في كل العالم ما سبق تنظيم من حيث الوحشية ومن حيث الأساليب أساليب القتال ومن حيث الأفكار المريضة اللي يتعامل بيها داعش من كنا نواجه عرفنا أسلوب قتالة أو أساليب قتالة وكان في فلسفته القتالية مخلي بحساباته أنه 99% يموت يموت يعني مخلي الموت على أولويات فرضيات بالضبط على أولويات فرضيات لذلك بعض المرات يساءلون مواطنين احنا مدن نشوف أسرة هذا السؤال طبعا يطرح دائما لا قتلى ولا أسرة وين المعركة يقولها لا القتلى موجودين ولكن أسرة داعش إذا يبقى وحده قاعد وبياناتنا عشر متار يبقى يقاتل إلى أن يقتل لأن ما عنده هدف سوى الموت هدف أنه يموت وإضافة إلى ما تم غسل أدمغتهم بأساليب حديثة متطورة أروي لك فتحادث في الرمادي في حي التعميم حي التعميم احنا حررناه في ثلاثة أيام واستلمت قيادة فرقة المشات ستعاش وراء ثلاثة شهر جاني الأخ القائد قال لي البيت اللي جنت قاعد بي اللي بسدة لقينها داعش قلت للمنطقة كلها فتشنا هذا شون وين طلعوا منين إجا وكذا قلت لشونه نتائج التحقيق اللي حققتوها قال هو يعني أسروه نعم موجود وسلم إلى الاستخبارات قال لهو يباوع على الجنود يكملون أرزاقهم يذبوها بالفضلات يروحوا يسحف ياخذ هذه الفضلات ويقتات عليها كل هذه الثلاثة عشرة يقول من سعى الناس وقال قلنا له انت عندك قناص وعندك حزام ناسف وعندك رمانات طيب انت ليش ما هجمت على الجنود اللي أمامك وأوقعت بهم خسار وانت ميت في كل أحوال قال له مباوعت شفته بيصلون فقل له ذولي إسلام شوف إذن وين واصل عدهم درجة التضليل كمين نسيت هذا من أوزبكستان شنو وين واصلين في درجة التضليل الفكري والسلوكي والتصرف لذلك لن وجد عدو ولا أعتقد بالمستقبل يجي عدو بهذه المواصفات لذلك إحنا بعض المرات ما يقولون راح يطلع داعش آخر وكذا مهما يكون الجيش العراقي أو القوات الأمنية أو القطعات الأمنية بصورة عامة أصبحت عدها الخبرة الكافية لمجابهة أساليب أي عدو يخرج في المستقبل لا سمع الله يعني أفهم من ذلك ماكو أسرة 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 قليلين وخاصة بالعنصر النسوي العنصر النسوي سلمون نفسهم سلمون نعم وكانوا من جنسيات فرنسية ومن الشيشان ومن روسيا بريطانيا ألمانيا زين بالتحقيق وذول النساء شنو ندالوا يعني ليش جايين شنو إحنا تدري إحنا مو جهة تحقيقية إحنا نأخذ معلومات أولية إنه وين متواجدين منين يجيت وين رحت وين كذا فقط وسلمهم إلى جهات الاستخبارية وجهات الاستخبارية تبدي ذول النساء يقاتلون كانوا شراسة كانوا يقاتلون وأحزي مناسفة وأحدهم ضللتنا في الموصل القديمة إنه جدت إمرأة من بعيد تمشي وحاملة طفل فمو معقولة هذه عتفت شي حاملة طفل يعني وصلت إلى قريب من الحفة الأممية وفجرت نفسها هي والطفل هي والطفل هاي شنو جنسيتها هاي جنسيتها ألمانية أعفو مغربية شقد نسبة العراقيين من داعش بشكل أول بعدها نرجع للتفاصيل النسبة الأكبر الأكبر هنا موجودين مقاتلين أجانب نقول 80% 85% تقريبا أقل بقليل ولكن الأجانب موجودين أيضا بكثر بس الأغلبية هما العراقيين أمنيا العراقيين أمنيا العراقيين أمنيا من إحداراتهم واتجاهاتهم من أبناء المنطقة نفسها من خارج المنطقة هما من أبناء المنطقة نفسها التي يحتلها داعش ويبدون يتبادلون الأدوار يعني أبو الرمادي يقاتل بالموصل وأبو الموصل يقاتل بالرمادي وهكذا بقية المحافظات التي كانت محتلة زي الخبرات القتالية من أين يدخلون دورات تدريبية وين يدخلون دورات تدريبية قسم من عدهم خارج العراق ويسللون والقسم الآخر يقعدهم عسكرات تدريبية ميدانية من كانوا يعني صور الموصل من سقطة ودخل داعش صار عدة متسع من الوقت أن يقوم بإعداد الترتيبات الدفاعية وكذلك إجراء التدريبات اللي هم متدربين عليها وكانوا يشرفون عليهم أجانبي اللي هم شيشان خلي يدخل التفاصيل أكثر الذول العراقين أكو قسم من هون ضباط من جيش السابق أكو مخابرات أكو أن خاص نعم أكو فدائي وصدان نعم نعم كل ذكرتهم موجودين من عدهم ولكن حسب ما أنا قدرت الموقف أنه القسم الأكبر منهم كانوا مرغامين لأنه ما عدوا بخيار ولذلك من دخلنا بس المرغام ما يقاتل حد الموت من دخلنا الموصل صارت ظاهرة يعني أنا أحد الأحياء هو حي النور حي النور كان بقتال شرس لأنه المعلومات كل المقاتلين ما لأجانب القسم الأكبر وفعلا قاتلنا ثلاثة أيام اليوم الثالث الساعة بالثنتين انتهى حي النور الساعة بالأربعة قمنا بزيارة أنا والأخ قائد الرتل أنا قائد المحور اللواء مع السعدي واتجولنا بالحي فشفنا كل اللي موجودين وليس القسم الأكبر كل القتل اللي متناثرين بالشارع هم أجانب موقع عراقي فهي حي النور فهي حي النور من مرينا على الشوارع لقينا الشباب والعوائل واقفين على شكل قروبات يعني كل قروب يشكل من 25 إلى 30 إلى 35 يوصل 40 واقفين ويرحبون بنا وينثرون الحلوى أمامنا فتوقفت يم أحد هاي المجامع وسلمت عليهم قلت لهم احنا ندر بكم انتم كلكم داعش ولكن عفي عليكم انه رجعت العقلكم وذبيت أسلاحكم ووقفت مع عوائلكم ووقفت مع محافظتكم ورجعت إلى وطنكم بس زينوا لحياكم كانت كل واحد ملتحين يعني لحياهم لنا فما ما اعترضوا وقلت لهم فما اعترضوا انه ما من قلت لهم داعش بس من قلت لهم زينوا لحياكم قالوا ما عندنا كهرب ما عندنا كهرب اي قلت لهم احنا راح نقوم بهذه المهمة فكل امر واحدة كانت عدة مكينة حلاقة وقاعدهم من قلتها بقناعتك لو تلت تستدرجهم انا ردت استشف انه يعتذون قلوا لا والله لا احنا لا كذا لا 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 احنا عراقيين احنا نموصل احنا هذا بس سكتوا من قلت لهم انتم ما انا ادر بكم انتم دوعاش الناس ان المصر رفضوا الانخراط مع داعش وانقتلوا استرشدوا نعم هو هذا لماذا قلت لك انا قلت لك هذا كانوا مجبرين مجبرين على الانخراط مع داعش لانه عمليات ترهيب و اذكرك دكتور انه احنا سنة 2013 2014 الى منتصف 2015 كان الاعلام اعلام داعش هو اللي مسيطر على الساحة فكانوا هاي مواقع التواصل اجتماعي يبثون بها اشوان يقتلون اشوان يذبحون اشوان يذبحون الطفل قدام اما اشوان يقيدون الشخص واذبوه بدجلة وإلى ان يموت اشوان زورق يحرقو وهم بزورق يعني كثير من الاعمال الترهيبية والارهاب يعني كانوا اه يبثوا في اعلامه سيادة الفريق انت اشرت لالفين واربعة عشر ذكرتني بالالفين واربعة عشر انهزوا من الجيش العراقي نكس هاي النكسة شنو اسبابها اولا وبعدين ليش نفس الجيش انتصر بالالفين واربعة عشر اه اشوف دكتور الانتصار مو بالالفين واربعة عشر بدأ وانما من انطلقت عمليات من انطلقت ايه الرمادي لا لا قصد يعني بعد منتصف الفين وخمسطعش صحيح اه حقيقة هو ما نقدر نقول انهزم ولكن شون هل اكو اكو بعض المعطيات ما كانت متيسرة مثلا انت بالحق كجنرالي تجمل الصورة لا انا ما اجملها انا لان اتحدث امام الشعب وليس مجرد اعلام 2014 مهزينة اذا يجب ان اكون اكون صادق امام شعبي وامام ناس وامام عشائر وامام اهلي وانت صادق دائما الحمد لله عندما الجندي عندما ما تتيسر المعطيات فما يصبح عنده غير خيار انه ينسى شيني المعطيات المعطيات مثلا قد يكون ما متيسرة القيادة الناجعة اللي تقود بالاتجاهات الصحيحة الميدانية الميدانية انا ما تحدث عن العليا العليا تطيخ خطوط عريضة ولكن الميدانية هي اللي تصرف بالميدان فما كانت هناك قيادة بالمستوى المطلوب اللي يقتنع الجندي يقاتل من خلاله وهذه عندنا احنا مهمة في المؤسسة العسكرية تقصد القدوة ما موجود احسنت احسنت اثنين نقص الاعتداء يعني ليش نقص الاعتداء أنا في موقف ليش نقص الاعتداء ما كانت اكو الحسابات الدقيقة ليش ما عدنا فلوس وباكتها شو نقص عدنا فلوس عدنا ميزانية بوزارة الدفاع اعتعاد الميزانية سوريا ولبنان وفلسطين ليش ما عدنا اعتداء والله هذه المعنيين المعنيين انه يعني يعني الان انت على اللسان حضرتك وانت جنرال كبير ومحتر تعتقد انه كانت ماكو اعتداء بذلك الوقت قليلة نعم انا قدام انا 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 عانيت من عدها عانيت من عدها عد ما كنا نطلب من الجيش اكو بعض الاسلحة عدنا بس احنا ما عدنا في اسلحتنا اه روسي او صيني او كذا احنا كل اسلحتنا امريكية عد ما نطلب وعلى سبيل المثال قنبرة الهاون الهاون مية وعشرين منسألنا احد المعنيين عن الخزين الستراتيجي جاوبنا قال الخزين الستراتيجي ميتين وخمسين طلقة بس ميتين وخمسين قنبرة فجاوبت انا قلت لهذه اللي عدنا احنا خزيننا الستراتيجي ميتين وخمسين قنبرة دول خليجي صيدون بها سمش بالبحر لانه بسعر زهيد زهيد وين راحة الفلوس المخصص ما كانت اكو رؤية لعملية البناء والاستعداد للمعركة لا خلينا من الرؤية هسا الرؤية هذه جوز خلل ليش لا ما خليك لانه لانه انا هسا انت لو مو عندك رؤية عن اللقاء وحيثيات اللقاء وكذا تجي حشاك انت تسأل انت عندك راسم في دماغك انه انت ش تريد معدي اليوم وانا راسم في دماغي شنو اجاوبك فهذه الرؤية انا اسأل اكو اموال وان راحت وهذا السؤال تقول 250 قنبلة للهاون بس الهاون 120 واكيد من خفص لها ملايين الدولارات بالتأكيد بالتأكيد ولكن المعنيين مسؤولين عن هذه الاجابة المعلومات الدقيقة اللي وصلتك وانت قائد ميداني اشقد عدد الدواعش اللي دخله والموصل ليلة 9-6-2014 المعلومات اللي وردت انه ما يزيدون عن الـ 300 عن 300 عن 300 قد يكون اقل قد يكون اكثر حد الاعلى 300 يعني هذا مسموعاتنا لان اخوه ما صار تدقيق هو بالمعلومات ولكن بعد وصولهم الضاعف هذا العدد مئات المرات بعد ما وصلوا هم فصارت تعاطف معهم من داخل اهل المدينة بشكل منقطع النظير نتيجة ايضا سلوكيات معينة من قبل القطعات المتواجلة تثمية اش قد يقابلهم من الجيش كان داخل الموصل كانت موجودة الفرقة الثانية والفرقة الثالثة شرطة التحادية وكان يمكن حسب معلوماتي بحدود 25 فوج من افواج الشرطة وكانت هناك قطعات متفرقة ولدينا احنا ايضا هناك فوج صلاح الدين قاعد في معسكر الغزلاني واللي ظل قاتل الاخر نفس المدينة ساقطة وهو ظل قاتل ودافع عن مكان الى ان صدر للامر حتى نحافظ عليهم بالعودة الى صلاح الدين كسر بالجماعة بالعدد بالارقام شقد العدد الجنود والانضباط الموجود 30 ألف 40 ألف 40 ألف ما يحضرني لا ما يحضرني الرقم ما قدر اقول لك رقم بس اقول لك موجودة الفرقة الثانية الفرقة الثالثة شرطة التحادية فرقة الثالثة موجودة ايضا جيش موجودة في الكسك في منطقة الكسك وسنجار نقدر نبرر بالقاموس العسكر انه صارت مباغة وتفاجأ والجماعة ونهزمة هذا التبرير ما مقلع لا اعتقد انا ما ايدك بهذا انا لازم اكون صادق الموضوع مو مباغته حتى لو كانت مباغته ما كان تقول الحالة الى اللي اللي وصلت بالقطعة لا ابدا انت شسميها العراقين يسمعوك وكلامك كلام مختص هي كانت مؤامرة هم رجعن المؤامرة طبعا مؤامرة منية مؤامرة دولية ليش مؤامرة دولية ما يروقلهم ان العراق يستقر وليش بعدين الدول كل اللي يصفوا بعدين ليش الدول هي اصطفت حتى اصطفت انه وصلوا امام حقائق احنا جادين كقيادة سياسية كقيادة عسكرية جادين في القضاء على داعش وما عندنا خيار والعراق برجال يعجز اللسان عن وصفهم ولذلك اصبحوا امام الامر الواقع اولا واثنيا بدأ داعش يهددهم وصل الى اطراف بيوتاتهم سياسة الفريق المؤامرة تقول للضباط الكبار سحب انهزموا المؤامرة المؤامرة فخ توقع بالدول او توقع تقع بالدول وين الفخ تفنية طبه وجيج انهزم دكتور ارجع الجوابي الاول انه من قتلك اكو ما تيسرت لجندي معطيات القتال هذا ما العلاقة بالمؤامرة لا المؤامرة تخططت الان اش قد مثلا كانت اكو محاولات لتأخير العمليات ولكن القيادة الميدانية كان لها قرارها الحاسم في ادامة زخم المعركة يعني المؤامرة قالت للقائد العام جيب فريق قيادي ميداني يتحمل مسئولية سقوط الموصل اذا هي مؤامرة اطراف كثيرة اطراف كثيرة واهمها القاد الميدانيين اللي موجودين في الموصل يعني بعراف الجيش القائد اللي سبب هاي الخسارة شنو عقوبت انت خائض حرب العراقية العرانية وحرب الشمال صرف النظر على الانظمة صرف بس يعني اي دكتور من اصير قاضي اقول لك شنو عقوبة لا 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 بالعراف العسكرية مو قادر لا لا بالعراف العسكرية اتكب لا بالتأكيد مجلس تحقيقي وحالة مهاكم وتوصل الى حكم الاعدام صدر هذا صار شي هذا عليها ما صار ما متابع ما متابع ليش لانه انا بعيد عن الموضوع اثنيا احنا كنا في موقف ذكرني احد اخوان النواب من قلت له من زمان ما شفتك قال لي ليش هو انت تواجدت غير هالشهر هذا وبغداد حتى نشوف فكنا مشهولين في مهمة اكثر من ان نتابع هذا الموضوع وين وصل وين ايجي وين كذا لان ما يعنينا اكتشفتوا لاحقا ان اهل الموصل كانوا مرحبين بالجيش نعم في ذلك الوقت نعم ليش كانت هناك سلوكيات من بعض الافراد من بعض الافراد وهذه السلوكية انسحبت سلبا على موقف اهل الموصل من القطاعات علما بانه الموصل تعتبر هي ام الجيش طبعا كل قادتنا من الموصل كل معلمين من الموصل كل القسم الاكبر يعني هم يعشقون العسكرية يعني مو قضية يعشقوها يعني مو سبب طائفي لا ابدا ابدا ماكو هذا النفس وما شفنا هذا النفس ومن ايجينا احنا اول اسبوع كان هناك شوية انكماش اتجاهنا ولكن بعد الاسبوع فتحوا بيوتهم وفتحوا صدورهم وبدوا يمدون بالمعلومات الحديثة ويتابعون داعش وبعضهم جازف انه داعش قاعد في عائلته وقال اضربوا هو والعائلة فابدا ماكو نفس طائفي لا حسنت سؤال انت براحتك الجواب كان اكو ابتزاز لأهل الموصل من الجيش السابق نعم ابتزاز نعم هذا خلاهم يفضلون داعش بالضبط والابتزاز هذا وصل حتى الى عربانة الفلافل نعم وانا مسؤول عن هذا الكلام قلت لك يجب ان اكون صريح ويجب ان اكون شجاع في طرحاتي هذا خلق بيئة اترحب بداعش رغم كل ظلاميته نعم هو هذا اللي قلت لك نعم هذا كافل هو هذا جوابي اللي جاوبتك عليه انه نتيجة سلوك ونتيجة تصرف ونتيجة غياب لبعض المرتكزات اللي تنطي للجندي الصمود في الموقع حدث ما حدث في الموصل شونه تغير بحيث المرأة بنت الموصل قامت الزغرد للجيش شونه تغير تغير كانت ترفضي للجندي من اجت القطاعات وشافوا التعامل مع هذه القطاعات ويا العوائل احنا في الموصل الخاصة عانينا ما عانينا وماكو جيش بالعالم قاتل مثل ما قاتل قاتلت القطاعات الامنية العراقية في الموصل اذا كانت قطاعات الجيش او الحجد الشعبي او الشرطة الاتحادية او قوات مكافحة الارهاب كنا نقاتل والريد نحافظ على العوائل قاعدين في بيوتاتهم حتى ما ينذلون والريد نحافظ على العوائل من انه ما ينخدش من عدهم ولا طفل عملية جراحية دقيقة فعملية صعبة جدا انه الريد ولكن رعاية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه و ارادة العراقيين المقاتلين الشجعان الابطال الجنود ذل لو هذه الصعوبات وتعاملوا مع هذا الموقف بتوجيهات دقيقة وتحقق ما كانت تصبوا الى القيادة العامة القوات قبل ساعة الصفر دائما ساعة الصفر بالجيش معروفة يعني شو سموها انتو ساعة السين ساعة السين قبل ساعة سين انتو اكيد عدتكم قاعدة معلومات شقد اكو بالموصل دواعش وينو تمركزين شقد منهم عراقيين شقد منهم عراب شنو اسلحتهم كانت هالقاعدة موجودة معلومات نعم ولكن ليست بالمستوى المطلوب ليش من سقطة الموصل اعتقد الجهد الاستخباري ما ادى دوره كما ينبغي وانا ما اقتصر على معلومات محلية على معلومات تأتي من هنا وهناك ولذلك من رحنا شفنا الحال غير حال يعني من انطلنا معلومات انه داعش يتواجد باعداد من ستة الاف الى سبعة الاف الى ثمانة الاف موجودين بالساحلين هاي المعلومات استخبارية بالساحلين الايسر والايمن من باشرنا بالعملية يعني اكو تقارير موجودة طبعا وتقارير دقيقة من خلال طيران التحالف الدولي احنا فقط قوات مكافعة الارهاب عدد القتلة اللي اتكبتها داعش بالساحلين زادت عن اطناعش الف معنى هم اش قد تطيرك يعني يزدون العشرين خمسة وعشرين يوصلون للثلاثين بالموصل لانه القطعات ايضا ادت مهامها بشكل جيد الشرطة الاتحادية قطعات الجيش الحجد الشعبي الشرطة المحلية كلها كانت الها ادوار في معركة الموصل شنو نوع الاسلحة اللي عدهم ممنيا يعني هي نفس الاسلحة اللي غنمت بالموصل اللي قاتلون بيها لو غيرها لا هم عدهم اسلحة هي نفسها وعدهم السلاح المتطور هو القناص وعدهم الصواريخ الحرارية هاي شنو الصواريخ الحرارية هذه صواريخ تنطلق اتجاه الدرع وموجهة بحيث هدفها شنو صناعتها صناعتها فرنسية وروسية منين حصلوا عليها حصلوا من منين التجار اسواق مفتوحة تجار عراقيين لا بالتأكيد لا وقد يكونوا عراقيين ولكن اسواق مفتوحة هاي موجودة بالجيش العراقي الاسلحة مثلها موجودة بس بانواع اخرى من هو اكثر تطور ليس بالوقت الحاضر ايضا الوقت الحاضر يعني مش اننا نحتاجه لا من هو اللي يومهم كان بدرجة متطورة اكثر نعم والاسلحة الاسلحة الاخرى القناص عدهم عدهم الاحاديات عدهم الاسلحة البي كي سي عدهم الهاوانات عدهم سلاح كيمياوي وانضربنا كذا مرة ولكن لم يتم الاعلان عنه حتى ما نأثر على معنويات شعبنا وراح التضحيات بي؟ التضحيات بسيطة جدا لانه احنا جننا متحسبين لهذا شنو نوع الكيمياوي الاستهنم كان خردل وكذلك مادة الكلور الخانقة شو كنت استخدموها بلحظة الضيق مثلا؟ نعم من ايسو من الموقف يريدون ايسون استخدموها عدنا في منطقة زنجيلي واستخدموها في منطقة الجامعة بالساحل الايسر تعتقد هم مصنعي هذا؟ نعم وعدهم خبراء فرنسيين سمعت مختبرات جامعة الموصل نعم بس ما قدروا يسون شي لانه قطعاتنا انقضت عليها بشكل سريع وافسدت عندهم كل الخطط اللي معديها وهذا جانب الخسائر الجيش الاراقي التضحيات كنت تعدت السقف المحدد صعب نتحدث عن ارقام طبعا بس ضمن السقف المحدد الى اقل لدي معلومات تفصيلية في هذا الجانب ولكن انت سبقتني انه لا يمكن ان نتحدث بلغة الارقام ولكن خسائر كانت بدرجة من المقبولية اتجاه هكذا عدو شرس هكذا عدو ثقافة ثقافة متخلفة هكذا عدو ما يتفهم غير بلغة الموت المعركة استغرقت ثمانت شهر كنتوا تتوقعون تستغرق ثمانت شهر لو اقل لو اكثر احنا المعلومات اللي كانت عندنا من خلال بعض المستشارين انه المعركة تستمر مدة طويلة تتعدد او السقف الافتراضي قبل قبل ساعة سين اكثر من ثلاث سنوات الوقت الافتراضي مو انه بالنسبة للمستشارين التحالف الدولي التحالف الدولي بصورة عامة ولكن احنا امريكان كانوا تلاث سنوات تحت اي يعني احنا احنا على سبيل المثال كانوا متحسبين الى برطلة كهدف بعد ان غادرنا الساتر ساتر البيش مرغو ودخلنا باتجاه سهل نينواء كانوا محدديلها سبعة ايام احنا اخذناها باربعة ساعات شوف التقليص كانوا محاسبين انه نوصل كوكجلي بثلاثين يوم احنا وصلنا الى كوكجلي بسبعة ايام هذه كلها تقصير بالتوقيتات ومن ثم من دخلنا بالمدينة بدت عملية التسريع لانه ردنا نديم الزخم حتى يبقى داعش فاق التوازنة وما يعيد تنظيمة ويبدأ خاصة هو عدة ظهر محمي لانه في عبوره الى الساحل العيمن فهذه البدة اللي ذكرتها جنابك كانت مدة مثالية وكنا تقريبا متحسبين لهذا ما تعتقد الامريكان يبالغون احيانا بالهدف هم يبالغون يحسبون حسابات رياضية هم 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 نشوف قوة داعش واساليب داعش والروحية القتالية اللي قاتل بها داعش انقيس ال انحدد البدة وانقيسها بشكل تقريبا مضبوط استرقتوا مرات بالحرب من تكون مواجهة قريبة يصير مكالمات مسترقة او يصير مفاوضات عبر مكبرات الصوت يعني انت توصل لهم رسالة هم هم يجزو لكم رسالة صارت هاي بينكم وبينهم احنا مو استرقنا وانما من قتلاهم ناخذ الاجهزة ويظل الجهاز يمن فنصندط على كل محادثات شنو داع وايضا نعرف مواقع القيادة من يقول لها وين موجود ابو عائشة وين موجود يقول لها موجود بالكذا فاحنا رئسا نطلع يطلع اسم لأ رمزي هم ابدا ما تعاملوا بالاسماء كله ابو عائشة ابو كذا ابو هذا فالقاب مخذية مستوحية من تاريخ السامي يعني يعني يسمون اسمها ابو حذيفة وكذا لا ومن يقول فلان ابو عائشة ابو قتادة من يقول بمكان يطلون اسم المكان لو يطلون رمزي لا يطلون رمزي يقول بالله هذا يم حج حمود احنا نعرف حج حمود وين او حج حمود فانطلع يطلع المحطة تبث فعلا من ذاك الاتجاه بالمقابل ايضا هم حتما استرقوا منكم اي نعم نعم استرقوا من عندنا من خلال ايضا انفقدت عندنا بعض الاجهزة ولكن ما طولت اكثر من نص ساعة ونغير برمجته لالاجهزة اللي موجودة عندنا بصعوبة انه انت اتبع لشارة مال خاصة هذه اجهزة السيبور عندك تصور على العدد الاسرة كلهم من داعش الموصف دكتور قلت لك انه هم ما ينطون نفسهم لا حتشت لك عن النساء يعني حتشت لك عن النساء يعني النساء اللي يجئ ضمن قاطعنا ما زادان عن الثمانية ثمان نساء المانيات وفرنسية وإيرانية الإيرانية من زوجها الشيشاني طبعا ونقشمر انه يريد ياخذها سياعة وكذا وهذا وما تعرف شنو اللي نحقق نويها ما تعرف وين راحة وين جاي وهذا ولا أن اتأثرت بالموصل القديمة يعني هما من خلال الاحتكاق به هم صدقين هاي قضية الجنة والغدا مع النبي نعم 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 بكل قناعة ما قلت لك صاير غسل يعني فتفكر مو مو طبيعي هو يعني فكر ظل بشكل لا يصدق جماعتنا زين الجندي العراقي شون قدرتوا تعبئوه توصلوا لمرحلة يكون عقائدي بمستوى هذا بمستوى العقيدة الضالة يقابلها أحتي لك شغلة نتيجة تواجد القادة على رأس قطعاته ومعالجة المواقف بشكل سريع أصبحت قناعة لدى الجندي بقيادته الميدانية الجندي من يكتسب القناعة بقياداته يسوي المستحيل من يشوف القائد قدوة يسوي المستحيل ينجرع عشر مرات ويرجع يرجع وفي موقف معين مجرد خدش يخلوه في معارك سابقة يخلوه ويندخلون ويافة ستة سبعة بعد ما يرجعون هذا عشر مرات ينجرع وأجيب لك شاهد عيان أعنا بال منطقة الأغوات وقالوا لي نقيب فلان يمكن نقيب علي ما عرف يعني بالتعديد يعني قالوا نجرع هذا من الزلم الزينة فصعد الرات المانة ورجعنا على الطبابة أردى يشوف هذا وشون جرع فاستقبعني هو بووسني وكذا وهذا ويضحك قلت لو أنا بالطريق خبرتك على الطيارة حتى تروح المدينة تطبق قالت سيدي ما روح قلت لي ويش قال ما بيش قلت لو وين جرحت شوفت طلقة دخلت وطلعت منها لمست سن وإلي جت على فك وإلي جت على عظم وإلى هذا قلت تعالي سؤالي فلي صارت تشغلة لو كنت تتعارك لو تتجب بالجهاز قال لا والله سيدي ش تتتعارك وفاتح حلق ويجت طلقت وما قبل نرخي طينا إجازة اعتيادية ورح ورح إجازة يجعل المعركة هيش صارت قناعة للضابط والجندي في حتمية المعركة وإيمانهم بالهدف اللي يحققه ضد داعش يتحدثون داعش تنظيم دولي مدعوم دوليا شفت وثائق تأكد أو تثبت نعم أن داعش هناك دول تمدة نعم موجودة والوثائق والوثائق سلمت الوثائق تخص تزويتهم بأسلحة تزويتهم بجرعات تدريبية ومعسكرات موجودة أغلبها أغلبها من روسيا نعم روسيا تدربها نعم مو روسيا كدولة مو الحكومة مو روسيا كحكومة ولا فرنسا كحكومة ولا ألمانيا كحكومة ولكن المنظمات اللي عندها ارتباطات معينة بالدول ما تريد الخير للعراق وما تريد استقرار للعراق هي اللي تشرف على هذا العمل الأموال من هنا من عدو من هذه الدول من لا من أشخاص يعني رجال أعمال تجار مش خاني كدول ما أعتقد ما شرفت أمامي أنه روسيا شخصيا أنه تدعم الإرهاب أو فرنسا شخصيا تدعم الإرهاب إطلاقا لا ولا حتى ألمانيا ولا حتى أي من الدول المعنية ولكن كأفراد من حضرين من هذه الدول اللي ذكرته داعش كتنظيم كأفراد يعني جاي نسبة قناعتهم بالقتال متساوية لو أكو ناس فعلا جاي ردي يموت وأكو ناس يعني يستسلم اللي جايين من خارج الحدود كلهم بنفس واحد نفس واحد أنه يريد يموت ولكن اللي انخرطوا من عدو انخرطوا إياهم من العراقيين أسقاط فرض أصبح بمتذبذب من يوصل إلى مسافة معينة إذ بسلاحة ويجي ويا نازحين واللازحين نفسهم يقولون ترى هذا بندقيته وجويانه وهو منعدهم 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 وإحنا عدنا ثلاث محطات محطة بالحافة الأمامية الدقق محطة أخرى أكو عدها حاسبة بيان معلومات الدقق ومحطة الثالثة أقصل الخلف أيضا الدقق ومن ثم نسلمهم إلى المنظومات الاستخبارية الأخرى سيادة الفريق قدنا بعد حلقة ثانية لأنه يعني أكيد محطات كثيرة ما يعني زمن لم يفي أو لم يكفي لاستعراضه فخلينا نروح الحلقة ثانية بعد انتهاي الحلقة وتحملنا شوي أنا حاضر لأنه أنتم تمثلون الكلمة صادقة الحمد لله وأنتم مهنيين وشهادتك مهمة لأنه فيها صدق وفيها خبرة وأنت العين التي كانت تبصر والأذن التي كانت تسمع والشاهد الذي لا تقتشادك أنتم مهنيين ولذلك نفتح صدورنا للمهنيين لأننا مهنيين ونعرف ممارسة المهنة كلنا ضمن اختصاص شكرا لإصغائكم انتظرونا في حلقة ثانية مع الفريق الركن عبدالغني الأسدي قائق قوات مكافعة الإرهاب